قندوسي كمان من اللعيبة اندمج بشكل كبير كريم في الفترة الأخيرة وسريعا يعني يمكن عندنا كذا بفكر بيفكرني شوية بدر بنون أول ما جاء برضو كان فيه كامستري سريعة بينه وبين اللعيبة واتكلم تحديدا بعد المباراة كمان على النقطة دي قالك أنا حسيت بأن أنا انسجمت بشكل كبير جدا وسريع مع اللعيبة وده بفضل الروح الموجودة في النادي الأهلي خلينا نسمع تحديدا كمان قال إيه ونرجع نكامل احنا بنعمل بجد عشان نكسب مباراة وكما شفت اليوم الحمد لله كسبنا مباراة مهمة وإن قدرنا نبعد المنافس لمورانا وإن شاء الله احنا راح نجيري ومباراة بعد مباراة وهذه مباراة هي اللي راح تخلينا نروحه بمعنويات كبيرة لجنوب إفريقي القندوسي وسر الانسجام والروح الكبيرة جدا في قط اللبس مع لعيبة النادي الأهلي ومستر كولر وكابتن سامي ومصان كابتن سيد إزاي قدرت تنسجم سريعا كده مع الكبات الكبار مع لعيبة النادي الأهلي فترة أوليلا جدا قندوسي الحمد لله وما جيت مع الفريق جديد ما حسيتش أني لعب جديد نسجمت معهم في المجموعة بسرعة لأنهم عملوني كأني لعب معهم منذ مدى سانداونز عندنا كمان مباراة القطن لكن البداية سانداونز شايف المباراة إزاي ممكن الأمور تصعبت شوية يا أحمد بالنسبة للمجموعة لكن سقطنا كبيرة جدا فيكو في الجهاز الفني شايف صعوبة المباراة إزاي وتستعدوا لها إزاي والرغبة عند القندوسي إزاي في هذه المباراة إحنا كما قلت لك ربحنا اليوم هذه المباراة هي اللي راح تخلينا نروح بمعنويات كبيرة لجنوب إفريقيا إحنا ما عدنا حتى حالي واحدة أخر من غير الفوز لأنه نكسب مباراة لهذه عشان تبين الحلول في المجموعة وإحنا إن شاء الله نحجز مقعد في الدور ثاني إن شاء الله ما تقول عليك لكن رسالة الجمهور النادي الآلي اللي بيساند وبيدعم وبيأزرج بشكل شخصي كمان يا أحمد ولسه منتظر منك كمان تحب تقول الجمهور النادي الآلي فهذه اللحظة نشكر جمهور النادي الآلي بزاف ونقول لهم التفووا معنا مع الفريق عشان انتم مع نصف الفريق